السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا جميعا. كيفكم؟ ان شارككم بالصحة والخير والعافية. بعد الفيديو صحبي راح شارك معك معلومات بالنسبة لكثير من الناس بيطربان لان انا بدي اشتري مثلا عملي رقمي او انا بدي اشتري اسهم. امتى الفرصة المناسبة. انا راح اعطيك هلأ بتاريخ اليوم هذا بـ 19.05.2022 هالمعلومات السريعة هي لحتى تعرف انت شيء المناسب اليك. افضل الوقت لشراء اسهم او شراء عملي رقميه هو لما بكون السوق متدمر نازل. خربان يعني لما السوق بيخرب وبتنزل الاسعار انت وقته هون مو لك لازم بس انت عندها فرصة انك تشتري. طيب هل السعر نازل ولا السعر ما ننازل السعر بقول لك كانت عملي رقميه متل ما لك شايف انت من البيتكوين ولا السولانة ولا اي نوع من العملات الرقمية راح نفوت مسلا ناخد مسال عملة الكردان ومسلا على سبيل المسال شوف شلونز بترجع الاخر تتشور تفرج انه السوق وين صار اكيد انتي ما بدك تشتري فوق اكيد بدك تشتري تحت الفرصة المناسب انك تشتري لما بكون دائما الخط احمر لما بتلاحظ انت انه الخط نازل بشكل كتير لتاحت ان كان عملي رقميه او حتى ان كان سهم من احد الاسهم خلينا ناخد مسلا كمان على سبيل المسال ناخد شركة الامازون او الابل هي بتصنيع الايفون كمان نرجع لثلت شهور كمان منلاحظ بنفس الوقت انه السعر نازل بشكل كتير يعني هي فرصة مناسب الى انك انت تستسمع لو حاب تستسمع طيب هلا بيجي شخص بيسأني بقول ليا سريمان انا وين بدي اشتري وشو افضل المنصات اللي انا بدي اشتري علي انا رح حكيك تجربته الشخصيه انا عندي بشركة السكالبل كابيتال متل ما انك شايفه انت فوق عنوان او في زمان انوان مبين عليك هاي هي اسكالبل كابيتال اسمه وزائد منصة البنانس تمام منصة اه رح اشرح لك بس اي اي افضل منهم ما في الاثنيناتهم كويسي لانو عنده اثنين ولكن هاي شو ميزاتها شو الشغلات اللي بتميزها عن منصة البنانس هاي للناس الساكنة بدول اوروبا يعني افطرط انت ساكن باسبانيا ساكن بالمانيا ساكن بالدول احد الدول الاوربي فتعتبر هاي منصة كويسي كتير انك انت تسجل فيها هلا بتقول لي انا ما بعرف سجل فيها طريقة التسجيل رح اترك لك يا بوصف الفيديوهات شارح فيديو كامل شارح عنو كيف طريقة التسجيل خطوة بخطوة لحتى طريقة توصيق وتأكيد حسابك لحتى تبلش تفوت للصفحة اللي انا فايت لهي وصيح حسابك جاهز الشي اللي فينك تداوله وانتي هون هني نوعي من الاشياء الاسهم اي اسهم بيخطر ببالك موجودة هون تفو بتبحس عنا بتكتب سيرش خلينا مسلا نقول له سامسونج بتطلع لك السامسونج تمام وبوقتها بتشوف الاسعار وبتشوف بتشتري خلنا شوف السامسونج شو اخبارها شايف السامسونج مرتفعة كلش اغلب كتير ارقام كبير يعني من الشركات الاسهم فينك تشتري فيها زائد العملات الرقمية اللي كربتهم الكريبتو تمام العدد ما انو كبير كتير هون فيه عملات هوني قليلة يعني ما انه الارقام الكبيرة فينك انت تسجل وتصفح كمان لحالك او تعمل عمليات اه بحس عنا او فينك انت لو بس حابب تستسمر بالعملات الرقمية فعندك بنصة بنانس بنصة بنانس الشيء الكويس فيها انه اول شي باللغة العربية تاني شيء بتورجيك فيها كل العملات الرقمية المعترف فيها ما في اشيء يعني ما انو موجود لانا افطرد خطر باللغة قد تستسمر انت تشترها اللي قبلونا بعد ما تم عملية اعادة تكوينة ولا الشيبا ولا البدكوين ولا شو ما كان انا انصح بمنصة بنانس لو حابب انت تركز اكتر لانه مركزين هني بشكل كبير هون على العملات الرقمية شوف للك بشوف انت الاكسر ربح والاكسر خسارة من خسر اليوم من الربح وتشوف العملات الجديدة يعني مركزين عندهم حتى العملة الرقمية الخاصة فيهم مركزين بشكل عام على جميع العملات الرقمية هي تعتبر رقم واحد خلينا اعطيك ياها ببساطة رقم واحد اما انت لو حابب تشكل وتنوع يعني شويد اسهم على مسلا انت حابب تشتغل عملة الكاردانو بتعرف حلقتك لبي دولة الاوروبية هي لكل الدول في العالم منصة بنانس بكنت بمصر لو كنت بسعودية لو كنت بدول الخليج ولا كنت بالامارات ولا كنت بسوريا ولا بمصر وين ما كان هاي لكل الدول بالعالم تمام كمان شارح ان انا بفيديو رح تلاقيه بوصف الفيديو هاد حاكي عنه بالتفصيل كيف انت تسجل بمنصة وتفعل الحساب وتباشر عمليات رح تلاقي روابط تسجيل كلها والاشتراك كلها موجودة عندك اللي عليك انك تفوت تفرج على الفيديو تفهم الطريقة وباسفل الفيديو رح تلاقيه رابط التسجيل تكمس عليه بفوتك مباشرة للرابط بتسجل بتحط ايميل لك وبتتابع الخطوات سهلة ما انا معقد يعني صرنا بسند الالفين وتون وعشرين واغلب الناس ولكن يعني ممكن تكون صعبية لبعض ناس يعني اجداد او لسه ما عندهم حسابات يعني بشو اسم انا بستثمر منك شايفون للأسف يعني وللأسف ولكن نصيبنا بستثمر من شيء الف ستمية الف سبعمائة يورو كنت بعملتها الرقميات بشتريهم من نصة بالكابتال بالبنانس مشتري يعني انواع تاني ولكن هون اشتريت من زمان عملة الكاردانا والاكس ار بي لما كان سعره لأسف غالي يعني انا رح اقول لك انا اشتريت لما كان سعره بثمانين تمام بارية هون يعني هون هون اشتريت شايف بثمانين هلا السعر اربعين خمسين سنت فاذا بتقول لي ما هذا الوقت المناسب فأقول لك اصلاح بممكن تكون غلطان انتي لانه اذا ما كان اشتريت انتي هون فمعناه يعني اكيد ما بقتشتري مثله بثمانين وننزل السعر لأربعين السعره يرجع يجلس ويطلع ولكن راحت علي فرصة انه يصير عمليات ربح اكتر اسرع خلينا نقول كمان بتجي على المتال رابل اللي هي ال اكس ار بي كمان نفس الشي كمان اشتريت لما كانت بالستينات وهلأ صارت بثلاثين ثمانة وثلاثين سنت كمان يعني للأسف صار في خسارات ولكن تاريكون يعني عندي تقريبا الف قطعة من هون والف من هون تاريكم ماني اه مضطر عليهم اني رجع رجع موجودين راح تزيد هلأ تحت ترجع تجلس العملات وتزيد ووقت ووقت بتزيد يا سيدي راح عمل لك هنا فيديو اشرح لك لك تفرج يا صاحبة كيف صارت العمليه كيف اربحت وقت تقول لي يا ريتني انا ما استثمر وقت قرار بقعد اليك انا ما فينا لك شي انتي قرار بقعد اليك وقت بدك تستثمر وما تستثمر بدك تشوف شيء مناسب اليك طيب اه خلينا نرجع لمنصة منصة بنانس سهلة جدا يعني لما بتفوت انتي بتسجيل بحط لك العملات الرقمية واسعار العملات الرقمية انا افترض انتي بدك تشتري عملية الشيبة رقمه ستاعش ترتيبة ستاعش حاطط لك ابدا باللغة العربية واسهل من هيك ما في غدا عم اطيق على سبيل المسال بتفوت بتعطيه اشتري شيبة بقول لك اه باي لغة عفوا باي لغة باي عملة بدك تدفع بتقول له مسلا انا اقول الدولار عملة اليورو عندك عملات رقمية تدفع فيها الشيء اللي بدك يا انتي بتحدد منها القائمة الطويلة العريضة هاي انتي هون الشيء الموجود عندك عفوا اقول له مسلا انا بدي استثمر ميتين يورو بقول لك بالميتين يورو تاخد فيه هاد الرقم من من الشيبة تعطيه المتابعة عن طريق البطاقة الايتماني الكرديت كارت يعني هتنو بسموها بتشتري منها وانتهت العملية بتخليها عندك بدك تبيع بترجع بالعكس بقول لك قديش بدك تبيع بتحط له ام قديش بدك تبيع عن هدا الحساب التجربة عاملوه ولاني شارح فيه عن التسجيل بتقول له ما في عندي انا شيء بتقول له انا مسلا بدي بيع بتشوف تحدد العملة اللي انتي بدك تبيعها وبترجع بتقول له انه انا بدي استثمر مثلا باليورو باستثمر بالدولار برجة بحلولها كمان على البطاقة الايتماني اللي انتي دفعت منها واتتهت العملية طبعا بياختهم منك رسوم شراء وبيع يعني مشان تكون انتي بالصورة ام شوفي كمان شغلات بدنا نحكي عنا كمان نفس الشيء بالنسبة لمنصة سكالبل كابيتال كمان نفس الشيء لما بتعتمد مثلا مثلا مثل عملة اليوني سواب هاي نازل جديد منزلينا بتفوت تقول له كوفن بيقول لك قديش بسنا بديك انتي باليورو ولا قديش بديك تشترك هم قطعة انا افترض مثلا باليورو بيقول له انا معي 500 يورو بدي اشترا فيهم طبعا ما في معرصيد لانه هون وذلك اطلع لانه هون انه والله لقد تجاوزتها المصاري اللي معك او بالعكس بتقول له انا بدي مثلا 500 قطعة بيقول لك هون 2000-2300 زاد المصاريف تشوفون انتي كل ياتهم البنك ويتتابع العمليا ويتتم عملية خصم المصاري من حساب البنك لانك لما بتفتح انتي بين السكيرابل الكابيتال معاهم بيعملو لك فتحولك حساب بنكي عند بنك البيدار اسمها بتذكر اسمه البيدار بتصير انتي زبون عندهم يعني بتصير انتي هون موجود ولكن عندك حساب انه هاي منصة تداول فبصير عندك حساب كمان تلقائي انه بتعاملوا مع البنك البيدار والصير عمليات التحويل والبيع والشراب كلها بتصدير عن طريق البنك على منصة السكارابيل كابيتال بالنسبة لبنانس هنا نفسهم ما عندهم يعني ما بتعاملوا مع البنوك كل شيء انه يعني بلها ترخمي يعني بتعاملوا طبعا ما ابنوك ولكن هني كل العمليات بتتم عن طريق المنصة ان شاء الله يكون فدناك بمعلومات الروابط والفيديوهات رح تلاقيكم اليهاتب هات الفيديو انتحت فوت تفرج تسجل وتوكل اجرب حظك شوال لي بس معك روحة بتسجل حابب ممكن تسجل هلا بعدين تشترى الخرار بودي لك انت ممكن تسجل هلا تتفرج بعد سنين تشتري كمان الخرار بودي لك ان شاء الله يكون فدناك بشوية معلومات من لكم التوفيق مشوفكم ان شاء الله في فيديوهات الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته